السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة ومدرسة أكاديمية العزيز مادة اللغة العربية درسنا اليوم إن شاء الله هو حل تمارين حرف العين صفحة رقم 79 هل أنتم مستعدون؟ لنحضر قلم الرصاص الممحاه والكتاب المدرسي ونفتح على صفحة رقم 79 هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ بسم الله ما هو اليوم يا صغاري؟ أحسنتم اليوم هو الأربعاء ما هو تاريخ اليوم؟ تسعة ونعش للألفين وعشرين تسعة هو عدد فردي أم عدد زوجي؟ أحسنتم هو عدد فردي اليوم إن شاء الله رح نبدأ بحل تمارين حرف العين ذكرنا في الحصة السابقة أن حرف العين له أربعة أشكال اع أول الكلمة كما جاءت في كلمة عالم اع وسط الكلمة كما جاءت في كلمة سعيد اع آخر الكلمة متصل كما جاءت في كلمة ربيع وأع آخر الكلمة منفصل كما جاءت في كلمة يزرع أحسنتم لن انظر إلى هذه الصورة ماذا تمثل هذه الصورة؟ أحسنتم إنه عالم الأرطن إذن هذه هي صورة عالم على السطر بكتب كلمة عالم حرف الإع جاء أول الكلمة وهو مستوح ما نوع التنوين؟ أحسنتم تنوين الضم عالم بكتب على السطر كلمة عالم عالم أحسنتم رائعون ننتقل إلى التمرين رقم واحد أنطقوا الإع هنا جاءت ساكنة إع إع فتح ع إع فتح ع إع ضم ع إع ضم ع إع كسر ع إع كسر ع الآن حروف المد هي آ أو إي إع آ ع إع أو ر إع إي ح إح إحسنتم الآن بالمصدرة بسطر تحت كل حرف وبكتب حرف الإع التمرين الثاني أردد الكلمات منتبها إلى صوت الإع من يقرأ الكلمة الأولى؟ أحسنتم ع من ع عام عام ع ع نوع التنوين هنا تنوين الضم حسنتم رائعون الكلمة الثانية سعيد 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 نوع التنوين هنا تنوين الضم سعيد سعيد الكلمة الثالثة يز ر ع يز ر ع هنا الحرف الساكن مع الحرف المتحرك يز ر يز ر ع حرف اله هنا جاء مضموم وجاء أيضا آخر الكلمة منفصل الكلمة الأخيرة ر بي عن ر بي عن ربيع ربيع ذن مرة أخرى عام سعيد يز ر ر ر ربيع أحسنتم التمرين الثالث أضع دائرة حول حرف العين ع ع أضع عليها دائرة حرف الثاني ر ر ر ع أحسنتم بضع عليها دائرة ع ع ع ع هنا حرف ع آخر الكلمة متصل رائعون ع ع ع ع ع ع ع هنا جاء آخر الكلمة وسط الكلمة آسفة التمرين الرابع أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف العين الآن رضح أضع دائرة على الكلمة التي تحوي حرف العين نقرأ مع بعض ع م ر ع ع م عامر عامر هل تحوي على حرف العين أحسنتم أضع عليها دائرة الكلمة الثانية س ع د سع سعيد سعيد هل تحوي على حرف العين أحسنتم وجاءت وسط الكلمة نقرأ عليها دائرة أز ه 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 رائعون وجاءت آخر الكلمة متصل أحسنتم ونوع التنوين هنا تنوين ضم رائعون جميلة جميلة هل تحوي على حرف العين أحسنتم لا تحوي على حرف العين شارع شارع هل تحوي على حرف العين أحسنتم تحوي حرف العين وجاءت آخر الكلمة منفصل ونوع التنوين هنا تنوين الضم رائعون التمرين الخامس أحلل الكلمات إلى مقاطع الآن عنا كلمات بدنا بنحللها إلى مقاطع عام عام حرف المد هنا هو الآ وحرف المد يأخذ الحرف الذي قبله فتصبح عام الكلمة الثانية واسع واسع و حرف المد يأخذ الحرف اليضي قبله س عن واسع واسع الكلمة الثالثة شم ع تن شمعة شمعة شم الحرف الساكن يأخذ الحرف المتحرك الذي قبله شم ع تن شمعة شمعة أحسنتم رائعون التمرين السادس أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ الآن عنا مقاطع بدنا بنركبها حتى تصبح كلمة نبدأ ع ش ر عاشر عاشر ع ش ر عاشر عاشر شเอ شاء عر شري 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 عي أقرأ فارح عامر عيد سعيد الآن بالمسطرة بسطر بجانب كل جملة وبنسخ على السطر فارح عامر وعيد سعيد الواجب البيتي هو حل صفحة رقم 81 طبعا على الكتاب زائد حل ورقة العمل دمتم سالمين وإلى اللقاء